في مقابلة خاصة بصباح العربية تحدثت ملكة السويد سيلفيا عن مساعيها لتفعيل المؤسسة العالمية التي ترأسها وتشمل الكثير من الفعليات والأنشطة من ضمنها اطلاقوا منصة إرشاد الشباب وتهدف إلى خلق مساحة حوار ليعبر الشباب من خلالها عن آرائهم والمقابلة كانت أجرتها زميلة ريمة مكتبي قبل بدء المظاهرات في لبنان نتابع ألمكم في هذه المقابلة الخاصة مع جلالة الملكة ملكة السويد سيلفيا وهي رئيسة منتر العالمية وهي جمعية غير حكومية تعنى بشؤون الشباب وبحمايتهم من سلوكيات الخطرة مثل المخدرات الإرهاب التطرف التنمر وغيرها من القضايا جلالتك شكرا على هذه المقابلة هي أول زيارة لك في لبنان ما هو انتباعك الأولي؟ أخيرا تمكنت من المجيء إلى بيروت لقد حلمت بهذه الزيارة منذ العام 1972 عندما نظمت الألعاب الأولمبية في ميونيخ إلا أن بعض الأمور حدثت ثم تزوجت ولم أتمكن من المجيء وأخيرا أنا هنا قمت بتأسيس منتر العالمية قبل سنوات هل حققت الرؤية الخاصة بها؟ وهل حققت منتر العالمية أحلامك وطموحاتك لها؟ قبل 25 عاما كان هناك تهديد خطير تمثل بقدوم المخدرات إلى أوروبا فإلى جانب منظمة الصحة العالمية أسسنا منتر لمساعدة الشباب على عيش حياة صحية والابتعاد عن المخدرات وهذا هو حلمي منذ ذلك الوقت وأنا سعيدة لتواجدي هنا لأرى بنفسي ما حققته منتر أريبيا هنا خلال 15 سنة فقد شاهدنا البرنامج والتطور الذي حققه وهناك سبع دول تدير برنامج منتر الآن ويصل إلى عدد كبير من الشباب اللبنانيين ومن المدارس المختلفة على مستوى عالمي هل حققت منتر العالمية التأثير على الشباب كما كنتم تريدون؟ نحن نبدل كل ما في وسعنا إلا أن الأمريكيين يشرعون المخدرات وهذه مشكلة كبيرة أنا خائفة جدا من هذه الخطوة لأن الشباب هناك يواجهون الخطر ولهذا فمن المهم جدا تشجيعهم للابتعاد عن المخدرات وعيش أسلوب حياة آمن الشكل الذي تطورت فيه الأمور مقلق فعندما نتحدث مع الشباب اليوم يقولون نعم هناك الكثير من المخدرات وتباع في العلن في الأنديات الليلية ويحملها أصدقاؤهم وأسألهم ما الذي تفعلونه؟ فيقولون ليس بوسعنا فعل شيء لأننا يجب أن نحترم رغباتهم وقرارهم بإطاعات المخدرات وهنا تكمن الخطورة البالغة منتر أرابيا هي الفرع الإقليمي الوحيد وتضم 22 دولة عربي لكن العالم العربي منطقة غير مستقرة فيها الكثير من الحروب من اللاجئين مستوى عالي من الأمية منطقة مضطربة ماذا تفعل منتر أرابيا للحد من هذا الاضطراب ومساعدة الشباب العربي إنه نطاق واسع من المشاكل وأنا أعرف بأن برنامج منتر أرابيا ومنتر العالمية تعمل مع الشباب بين الأقران وهو أمر هام لأن الشباب يصغون إلى أقرانهم من الشباب فإذا ما تحدث شخص متقدم في السن مدمن على المخدرات مع الشباب وقال لهم لا تتعاطوا المخدرات فهي خطيرة وانظروا ما حصل لي فهذا الأسلوب ما عاد ينجح أما إذا ما سمعنا شابا يقول لشاب آخر لا تتعاطى المخدرات فبرأينا هنا تكمن الأهمية فالشباب هم من يستطيعون مصاعدة أقرانهم من الشباب لدينا مشاريع مختلفة والكثير منها في المدارس وقد عرضت منتر أرابيا أفلاما عديدة تظهر أسلوب عملهم دائما مع الشباب لكن يبدو لي أن المخدرات ليست المشكلة الوحيدة في شرق الأوسط والعالم العربي تحديدا الكثير من الشباب ينخرطون في الجماعات المسلحة في داعش القاعدة كيف يمكن تدعيم هؤلاء الشباب لعدم الإنخراط في هكذا جماعات متطرفة لقد أصغيت إلى العديد من الخبراء وقد أظهرت لي دكتورة صورا لما يحصل لدماغ الشاب الذي يتعاطى المريوانا أو الحشيش البعض يقول بأنه مخدر خفيف وليس خطيرا إلا أنها أظهرت لي درجة خطورته يؤثر على الدماغ بشكل يمنع الشخص من التفكير بأسلوب عقلني ويجعله بحاجة مستمرة إلى المزيد من المخدرات ما هي الخطوات التي على المجتمعات أن تأخذها للحد من مشاكل الشباب سواء كانت مخدرات أو حتى الإرهاب والتطرف أحب أن أصف الخطر على أنه عالمي لأن هناك دول أخرى ليست آمنة وتواجه أوقات خطيرة لذلك أعتقد بأن الشيء الوحيد الذي استطيع القيام به هو تمكين الشباب ولقاؤهم والتحدث معهم ومساعدتهم على البروز على سبيل المثال تعمى المنتر في العديد من المدارس السويدية ولدينا عدد كبير من اللاجئين من دول عديدة يواجهون مشاكل كثيرة في الاندماج والذهاب إلى مدارس السويد ومن المهم أن نمنحهم مرشدا يساعدهم ويقودهم لأنه ليس من السهل على الشاب دائما مناقشة الأمور مع أبويه مع تطور العالم الرقمي بهذا الشكل الهائل هل يشكل ذلك لجمعيات مثل منتر ومنتر أريبيا وغيرها تعنى بالشباب هل يشكل هذا تحديا للحفاظ على الشباب وحمايتهم من المشاكل والأفات الخطيرة في عيد ميلادي تمنيت أن أوحد كل تلك المنظمات والعملين في العالم الرقمي لمساعدتنا كما ذكرت الانترنت المظلم لقد اطلعت على الأرقام وأصغيت للخبراء ويجب أن أقول بأنها مخيفة جدا وتنتقل بسرعة كبيرة أيضا وتنتشر الرسائل السلبية فيها خلال ثوان قليلة منذ ظهور الانترنت برز هذا الخطر الكبير نحن البالغون يجب أن نمد أيدينا لمساعدة الشباب لأن لا أحد في العالم الرقمي يتحمل المسؤولية كلهم أشخاص مجهولون ومن الصعب جدا على المشرعين تأمينه فكل شيء مجهول ويتحرك بسرعة فائقة وهو خطير جدا ما هي رسالة جلالتك للعالم العربي للشباب العربي من لبنان؟ رسالتي العالم العربي يتكون من دول عديدة ومجتمعاته وثقافاته عريقة جدا أتمنى أن يتحد العالم العربي ويحقق السلام وأن يعيش شبابه بشكل صحي من أجل الاعتناء بمستقبل دولهم من الرائع أن أشاهد الشباب خلال تواجد هنا عندما التقيتهم في المدارس والطاقة الكبيرة التي يتحلون بها وهذا ما نحن جميعا بحاجة إليه ماذا تطلبين من المجتمع الدولي من الجمعيات العالمية والمؤسسات لدعم الشباب العالمي والعربي وتمكينه في وجه كل هذه التحديات؟ أعتقد بأنها توفر مثالا رائعا يحتذا به ويقدمون عملا رائعا وسوف يتوسعون ومن الرائع أن أرى العمل الذي يقومون به وأتمنى أن يستمر به فهو ليس سهلا وهم مثال رائع لبقية الدول أيضا شكرا لهذه المقابلة